هذا وراءت صحيفة العرب اللندنية أن أثارت التلويح لحليفة واشنطن باستهداف المرجع الشيعي الأعلى في العراق سيد علي سيستاني أثار غضب الميليشيات الموالية لإيران مسعى تريد تحقيقه تقرير لصحيفة ذكر أن حليفة واشنطن تسعى إلى استفزاز الميليشيات بتمرير معلومة استهداف السيستاني وهي تعرف أنهم مندفعون وسيردون لكنهم لا يمتلكون الأدوات التي تسمح لهم بالرد مباشرة عليها وأن يعمدوا أيضا على استخدام الأدوات التي بأيديهم هي مسيارات بسيطة لن تحدث أي فارق أشار التقرير أيضا إلى أنه في ظل عدم القدرة على ضرب حليفة واشنطن يرجح أن ترد الميليشيات على الأمريكان من خلال تواجدهم في العراق أو حتى سوريا بل وحتى افتعال مواجهة مع قوات أمريكية في الكويت أو منطقة الخليج ما يمضح الولايات المتحدة مبررا للاشتراك في الحرب وهو ما تريده أضاف التقرير أيضا أنه من المستبعد أن تفكر حليفة واشنطن باستهداف سيد السيستاني لأنه ليس شريكا في الحرب بأي شكل من الأشكال لكن حالة الهوس والرعب داخل الميليشي الموالية لإيران تجعلها تتحسب لذلك ترجمة نانسي قنقر